هل من حقنا إننا نعاقب الناس على حاجة ما عملوهاش؟ بس إحنا خايفين إن هم ممكن يعملوها في يوم من الأيام؟ هل مقبول إن إنسان يتحبس على زمة التحييق؟ وما ليه إسطورة إن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته؟ لو هتحبس إنسان لمجرد الشك وبدون دليل يثبت أي تهم عليه يبقى إيه الفرق بين الحكومة وبين المافيا؟ لما حد فينا بتيجو قدامه سيرة معتقل جوانتانامو بيتاخد كده وجسمه بيأشعر وبيقول لك آه ده المعتقل اللي أمريكا عملها في قاعدة بحرية لها في كوبا عشان تحط فيه الإرهابيين وفين يوجعك؟ ده المادة لخام للعذاب الدخل هناك مفقود كهرباء ونفخ بقى وتقليع دوافر وضربه وإهانة وكلاب ويلف المعتقلين هناك ما بيأكلوش أكل عادي دول بيأكلوا علق بس عارف إنت لو ركزنا شوية كده وترطقنا ودنا؟ أكيد هنسمع وإحنا في مصر السريخ المعتقلين اللي بيتعذبوا في جوانتانام والحقيقة إن جوانتانامو فعلا ما كان مخيف واللي بيتعرض للمعتقلين فيه بشع لأقصى درجة بس لما تيجي تبص على اللي بيحصل للمعتقلين هناك وتيجي تقرنه بقى باللي بيحصل للمعتقلين في سجون ومعتقلة مصر هتحس وقتها إن جوانتانامو على قد بشعته يعتبر بالنسبة لسجون مصر فندق الفور سيزونز مثلا أو شليه في الساحل الشمالي من اللي هم على البحر على طول دول هتقول لي وانت عرفت اللي بيحصل للمعتقلين في جوانتانامو من ايه هقول لك صديقي المخرج الاسكتلندي كيفين مكدونالد خدنا في رحلة على هناك من خلال أحداث فيلمه الموريتاني اللي بيحكي قصة حقيقية لمعاناة شاب عربي مسلم اسمه محمد ويلد صلاحي في معتقل جوانتانامو اللي فضل جواه حوالي 14 سنة على زمة التحليل مين بقى محمد ويلد صلاحي ده اللي الفيلم بيحكي حكايته ده شاب موريتاني متفوق في دراسته جات له منحة عشان يدرس هندسة الاتصالات في ألمانيا اللي عاش فيها فترة وبعدين رجع على بلده وبعد أحداث 11 سبتمبر بشهرين تقريبا محمد ويلد كان قاعد في بيته لبي ولا عليه بيحضر حفلة عائلي بهيج فرح باين أو حاجة ذا كرة وفي وسط الحفلة بيروح له على البيت أفراد من الأمن الموريتاني عشان يقبلوه وبنعرف ان دي ما كانتش المرة الأولى وان الأمن بقى له فترة واخد السكة إياسة لبيت محمد بصوا انا هسميه محمد عشان محمدو ده صغب شوية وريحين جايين عليه بسبب ان محمد له قريب اسمه محفوظ بيشتغل مع أسامة بلاتي وبيعتبر الشاعر الخصوصي بتاعه يسحى الصبح كده يقول له بتين متح وبعد الظهر يرسله أسطين زم في فوش على الليل يكون محضر معلقة هجاء في البنتاجون حاجة زي كده يعني المهم ان محمد بيطلع يقابل الأمن ويقول لهم وبعدين بقى انتوا هتشتغلوني بقى كل شوية هطب علي أول واحد ما عرفش ارتاح في بيته أبدا ما قلتلكم ما عرفش القريب ده طريق جر ولا عرف هو فين ولا بيعمل ايه واحد من الأمن رد عليه شكله كده كبير بتاعهم وقال له بصة محمد احنا الأمريكان هيجين علينا من بعد 11 سبتمبر ومصدعيننا بسببك ودلوقتي هم عوزين يعودوا يتكلموا معك كلمتين وبعد كده هيسبوك تروح ويا درما دخلك شر وبيروح محمد معاهم بعد ما بنشوفه بيمسح كل المكالمات اللي على تليفونه وبيودع والدته وبيأكد لها ان هم سؤالين وهيرجع وما فيش داعي للقلق زي ما الراجل بتاع الأمن أكد له بس محمد ما رجعش في نفس الليلة ولا حاجة ايه بات هناك وسبوه تاني يوم لا ما هو ما رجعش تاني يوم برضه ولا حتى بعده أسبوع ولا صهر ولا سنة محمد قاعد تلات سنين من ساعة ما راح مع الأمن محدش يعرف عنه حاجة فص ملح وداب طب راح فين يا جدعان اتبكر ولا ايه معقول بقى لهم تلات سنين بيسألوه ولسه ما خلصوش يلا سئلة كتير قوي كرة واللي هم سبوه من ساعتها بستاه وهو راجع البيت ولسه مش عارف يوصل لحد النهاردة ايه اللي حصل يعني وبيفضل مصير محمد مجهول لحد ما بنعرف من مجلة ألمانية نشرت خبر عنه بتقول فيه انه مشرف في معتقل جوانتانم وهنا المحامي الموريتاني لأسرة محمد بيبدأ يتواصل مع محامين في أمريكا عشان يتوكلوا عن محمد ويدفع عنه ويشوفوا ايه اللي وده جوانتانم وعمل ايه اساسا عشان يتحبس ويهه التهم اللي عليه وليه ما تحكمش طول السنين دي وبتقبل القضية محامية مع التقى اسمها نانسي هولندر بتعرف ان محمد متهم بالتخطيط لأحداث 11 سبتمبر ورغم من زمائلها حذروها من قبول القضية دي لان ده ممكن يقلب عليها الرأي العام في أمريكا واستهدي بالله يا نانسي أختي بلاش متهمين 11 سبتمبر بزاي دول بالنسبة للناس سفحين وقتلوا ألفات وتسببوا في أكبر كارسة في تاريخ أمريكا وما فيش ناحيتهم أي زر التعاطف محدش هيرحمك ولا هيسمى عليك ما عندك القضايا كتير خد قضية مخدرات ولا مافيا ولا حيازة بنجو حد بس بلاش دي بس نانسي أفشت في القضية وقالت هي دي مش لأنها مقتنعة ببرأة محمد لا خالص الموضوع بالنسبة لها كان أعمق وأكبر من كده بكتير نانسي كانت بتدافع عن مبدأ الحرية والعدالة وحق كل إنسان في محاكمة عادلة شفافة أيا كانت التهم الموجهة لي نانسي بعد ما قابلت القضية حجزت على أول طيارة رايحة جوانتانامو وخدت تحت باطها زملتها تاري عشان تساعدها والترجم له لأنها عرفت أن محمد ما بتكلمش إنجليزي وأول ما وصلوا هناك عدوا على المطعم اللي لازق في المعتقل واشتروا لمحمد سمك في ليه لأنه حلال والمسلم يقدر يكلم عشان برضو ما يصحش أول مرة يزوروا الراجل في المعتقل يخشوا عليه بأيديهم فاضي يعني بعد إجراءات الأمن والتفتيش واللازي منه بتدخل نانسي وتاري في قضة عشان يلاقوا محمد قاعد مربوط من رجليه ويقابلهم بابتسامة ودودة وترحيب زي ما يكونوا جايين يوظروف بيته مثلا وبيتفجوا إنه تعلم إنجليزي من كلام الحراس والمحققين قدامه طول السنين اللي عادة في المعتقل وأول ما يبدأ الكلام عن ظروف اعتقاله بنشوف محمد وهو مضطرب ومتوتر وخايف وعنيه بتزوغ على كاميرات المراقبة في القوضة وبيقول إنه ما توجهت لهش أي تهم أو أدلة على حاجة عملها وكل اللي تقاله إن الأمريكان رصدوا مكالمة جات له من موبايل بن لادن وهنا نانسي بالرأيت وقالت له وهو ده اللي حصل فعلا قال لها آه قالك له طب وبن لادن يكلمك ليه اتصل برقم الغلط يعني ولا يه محمد قال لها لا مش بن لادن اللي كلمني ده قريب اللي شغال معاه هو اللي كلمني عشان حاجة شخصية تخص مرض والدته ولجل حظ محمد ليشود قريبه ده ساعتها كان تليفونه مش مشحون باين ولا رشيده خلصان فاتصل بيه من تليفون باللد بعدها نانسي بتحاول تخلي محمد بيحكي اللي حصل له من ساعة وصوله للمعتق بس خوفه وقلقه من مراقبة الأمريكان بيخليها تقترح عليه إنه يكتب شهادته ويبعتها لها وبتقوله إن القانون الأمريكي بيسمح للمتهم إنه يراسل المحامي بتاعه بطريقة مؤمنة في آخر الجلسة بيوافق محمد على توكيل نانسي للدفاع عنه وبتخرج نانسي من الغرفة عشان تقفش على الحراس وتقولهم لو جيت المرة الجاية ولقيت الموكل بتاعي رجلي متربطة هعمل لكم فضيحة بجلاك وقامت بصولهم من فوق لتحته ومشت لما تيجي تشوف اللي حصل فأخطر وأعنف معتقلات العالم وبعدين تتخيل لو ده حصل في السجون عندنا السيناريو كان هيمشي إزاي فغالباً السلطات بتاعتنا ما كانتش هتسمح للمحامي إن يزور المتهم أصلاً ولا يقعد معاه ولا يكلموا كلمتين على بعض ولا يعرف اسمه إيه أساساً ولو ده حصل هيحطوا مخبرين فوق كتافهم وهم قاعدين ولو حصل ومحامي طلع بعد الزيارة قال لإدارة السجن الكلمتين اللي قالتهم نانسي للحراس دول فساعتها إدارة السجن ما كانتش هتتعب نفسها وترد عليها أساساً كانوا هيخدوها من إيديها على طول ويحطوها في الزنزانة لجنب الزنزانة الموكل بتاعها ويمكن يقعدوها معاه في نفس الزنزانة عشان يونسوا بعض ويدرسوا القضية كويس على مهلهم أما بقى موضوع إن المتهم يكتب ورق للمحامي بتاعه ويبعته له في ظرف هو اللي يقفلوا بنفسه ومش مسموح لأي حد مهما كانت سلطته إنه طلع عليه قبل المحامي فإحنا عندنا بصراحة مسموح للمتهم برضو نيكتب بس حاجة واحدة اعترافات على نفسه إنه عمل كل التهم والجرامي اللي بتتوجه ليه حتى لو كان ما يعرفش إيه التهم دي أصلاً ولا عمره سيمة عنها المهم إن نانسي وزمينتها بيتكلوا على الله ويرجعوا بلدهم وبيستنوا الشهادة إلا هيبعتها لون محمد عن اللي حصل واللي المفروض هتوصل لمبنى فدرالي تابع للسلطات الأمريكية ونانسي هتروح تقراها ناك من غير ما تخرج بيها كإجراء أمني ما مش معقولها يخلوا معتقل في جوانتانامو ويبعت لها جوابات على بيتها يعني مش للدرجات دي برضو على النحية التانية بنعرف إن المحكمة العليا في أمريكا زنأت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش فروكني كده وفرضت عليها عمل محاكمات لمعتقل جوانتانامو المتهمين في أحداث سبتمبر بدل ما هما سايبينهم مخللين هناك كده إدارة بوش قالتهم ماله نعمل لهم محاكمات بس بشرط واحد بسيط مفيش غيره وهو إن لازم المحاكمات دي تنتهي بإعدام المتهمين إن شاء الله من ضمن المتهمين كان محمد والد صلاح طب نجيب له إعدام إزاي ده لازم التهم تبقى متشمعة ومتستفة عن آخر بحيث إن القاضي لما يشوفها مش بس يحكم بالإعدام على محمد لا ده ينزل من على المنصة ويروحوا يقتله بنفسه وعشان يضمنوا إن ده اللي هيحصل راح وجابوا زابط في البحرية الأمريكية اسمه ستيورت وإدوه قضية محمد عشان يبقى المدعي فيها ضد المتهم اختيار ستيورت للقضية دي ما كانش شطف ده كان له سبب مهم جدا وهو إن أعز أصحاب ستيورت كان زابط في طيارة ابن الطيرات اللي رشأت في برج التجارة العالمي ومات في الحدث يعني ستيورت كان عنده تجربة قاسية وطار شخصي مع المتهمين بتو 11 سبتمبر وده خلا الشخصي المناسب للقضية دي عشان يبقى متحمس ويجيب لمحمد إعدام المسؤولين الأمريكان وهم بيعرفوا ستيورت على محمد قالوا نسكت ده محمد ده مش بس متهم ده أخطر من ملاد النفسه والله وكل أعضاء تنظيم القاعدة تجندوا على إيده بما فيهم مروان الشيحي اللي خطف الطيارة اللي مات فيها صاحبك وتفرتك خمس سلاف حتة الله يرحمه بقى تلا يوم معرفوش اللي أمه أشلاء وهو اللي جنت كمان رمزي بن شيبة المنسق بتاع العملية كلها وفضلوا يبخوا فودان ويسخنوا لحد ما استورت وشه حمر وعنطقت شرار وقام وهو نوي يجيب لمحمد أربع إعدامات مش إعدام واحد نرجع للحاجة نانسي عشان نلاقيها بتكتشف إن ملفات القضية مش موجودة والحكومة مكمراها ومش عاوزة تطلعها فين الورق والملفات الحكومة قالوا لها عاوزها ليه نانسي الملفات دي لما واخذها تلزمك في حاجة أجد عني أنت هبل ولا إيه هكون عاوزها ليه هفرش على ورقها لأكل ولا هليفي فيها طعمية يعني أنا المحامية بتاعت المتهم على فكرة ومنحق قرأ ملفات القضية وبدأت نانسي معركة قضائية مع الحكومة عشان تقدر تاخد معلومات وملفات القضية وفي الوقت ده كانت بدأت تقرأ شهادة محمد اللي بعدها لها عن اللي حصل معه في جوانتانم وبطريقة الفلاشباك بيرجع بينا الفيلم الوقت ووصول محمد للمعتقل وبنشوفه من خلل المشاهد وهو متغمي ومتربط من إيدي ورجليه وبعد كده بنشوفه هو بيدخل الزنزانة بتاعته عشان يتعرف عليها الأول مرة قضة ضيقة مكيفة فيها سرير بيلاقي عليه مصحف وسجادة صلأ وعلبة فيها صبون ومعجون سنان وفرشة أيها فين الزنزانة بقى معلش جايبين له مصحف وسجادة صلأ وفرشة سنان وسرير إزاي يعني هو حاجس في فندق ولا إيه ما ييجوا يشوفوا سجن العرب ساعتها الأمريكان هيعرفوا إن لا لهم في الزنزين ولا بيفهموا فيها وهي الزنزانة تبقى زنزانة برضو وملوه دومها لو ما كانش المعتقل ينام على الأسفل وسط الفران والصرصير والسحالي من غير نور ولا فتح التهوية ولا حتى خرم إبرا يدخل نملة وصبح وليلي يندلق فيها مية عشان ما يعرفش ينام وبعدين إحوار إنه يقعد في الزنزانة الواحده ده هو مخاصم باقي المعتقلين ولا إيه إحنا الزنزانة عندنا بتبقى متر في متر وفيها بتاع خمسين معتقل من الكربسين فوق بعض وإيه ده كمان ده الحراس بياخده محمد يتشمس كل يوم وبيحطوه في الزنزانة في السحة برق منها للسماء ومن غير سقف وفي الزنزانة الكابورلي دي محمد بيتعرف على معتقل تاني في الزنزانة اللي جمعه وبتبدأ بينهم صداقة وكلام وبينادوا بعض بأسامي البلاد اللي هم منها محمد موريتانيا وصديقه مارسيليا كل يوم في نفس المعاد بيتكلموا ويهزروا وإلعابوا كورة كمان بيحديفوها البعض من فوق الحاجز اللي بينهم وبتستمر الصداقة دي لحد ما بيغيب مارسيليا الفترة ولما بيسأل محمد واحد من الحراس عنده بيكتشف انه موت نفسه جوا الزنزانة من أول يوم لمحمد في جوانتانبو بدأ معاه التحقيق واللي بيقوم بالتحقيق ده شخصين من المباحث الفيدرالية بيطمنوا من أول لحظة انه مفيش حد هئزيه ولا حد هيكبره على حاجة مش بس كده دول بيجيبوا له شاي وبيهزروا معاه وبيتحاكوا معاه في التحقيق زي ما يكون واحد صاحبه وخلال التحقيق ده اللي بيحصل كل يوم بيوجهوله تهمة التخطيط لـ 11 سبتمبر طب يا جدعان ايه الدليل قالوله رمزي بن الشيبة شاهد عليك وقال ان انت اللي جنته لما زارك في ألمانيا وقت دراستك وان انت اللي قمت بالعملية من أولها لأخيرها هو كان نقص يقوله ان انت اللي خطفت الطائرات أساسا ودخلت بيها في البراج محمد أنكر كل الكلام ده وقال ان رمزي كدفه أصل ويشه وانه فعلا زاره في ألمانيا واستضافه في بيته الليلة واحدة كزميل عربي مش أكتر لكن ما دارش بينهم أي حوار عن أي حاجة تخص الجامعات الإسلامية أو التنظيمات أو بلاد وعن اشتراكه في حرب الأفغان ضد السوفيت رد محمد وقال لهم منتوا نفسكوا يا أمريكان وقتها كنتوا بتحاربوا مع الأفغان ضد السوفيت وبتديهم سلاح الحرب ضدهم بقت إرهاب دلوقتي إيه اللي استعمدت اللي انتوا في دا؟ بيفضل المحققين يسألوا وبيفضل محمد ينكر كل التهم بكل حرية من غير ما يبقى فيه سلومة لقرع واقف وراب ينولوا على أفاق مع كل إجابة مش على مزاج الباشا اللي بيسأل بنطلع من الفلاشباك عشان نلاقي الست نانسي الدقرمة بتاخد حكم محكمة يجبر الإدارة الأمريكية إنها تطلع ملفات القضية وأدلت الاتهم من عباها وتديها النانسي آه المحامية كسبت قضية ضد الحكومة عادي ولا حد قال لها انت مختل عقليا ولا لبسوها مسب المقلوب وبعتوها على العباسية بتاعت أمريكا ولا أي حاجة ونانسي بتاخد تاري على المبنى الفيدرالي إياه وبيقسم ورق القضية ما بينهم وهاتك يا قرية وفاجأة بيكتشفوا أهم دليل التهام وهو إن محمد اعترف اعتراف كامل على نفسه بالتخطيط لعملية 11 سبتمبر والعمليات إرهابية تانية كتير واعترف كمان بتمويل الإرهاب اللي اتنين شافوا اللي اعترفات بتاع محمد وتنحه تاري كانت عاطفية شوية فقامت وقعد اتهلل قدام نانسي وتقول لها ده طلع سفح شفحه وقتل ألفات ويقول للإرهاب قوم ونعود مطرحك وأنا اللي كنت متعاطفة معاه ودفع عنه ده أنا أهلي ما قطعيني بسبب أني بدفع عن متهم في أحداث سبتمبر وابويا قال لي ما تحضرش معنا العيد وحلف بالطلاق إن اديك الرومي اللي هيطبخه يومها مش هدوقه ومش هيدوني منه ولا دبوس ولا جناح حتى ولا حتى هيدوني العظم ومصمصه وبعد ده كله يطلع مع تاري في كل حاجة نانسي قاعدت تبص لتاري وهي بتتنطب وبعدين قالت لها بقولك إيه انزلي من على دماغي أنا مكملة في القضية لحد ما فهم كل اللي حصل فيها واعرف إيه حكاية الاعتراف ده فكك مني بقى والتكل على الله يا موديك انتي تاري فعلا خدت بعضها وانسحبت من القضية ورح تلعب معاديك نانسي بقى قررت تسافر لمحمد عشان تفهم اللي حصل وطالما اعترف بكل حاجة كان ليه عامل فيها الملاكي البريء ابو قلب طيب قوي نانسي لما واجهت محمد ظهر عليه الاضطراب والتوتر من تاني وكان متعصب جدا من وجود لمبة نورها بيرعش في القضة كأنها بتفكروا بذكريات بشعة في النهاية قال لي نانسي ان كل الاعترافات دي كانت تحت الإجبار والتعذيب وانه ما عملش اي جريمة من الاعتراف بيها وهنا نانسي بتطلب منه ويكتب لها كل اللي حصل ويبعته لها كالعادة طيب الاخ ستيورت اللي بيطبخ الاعدام لمحمد على نارها دي هننسى ولا ايه ما يصحش طبعا ستيورت كان مشمر عشان يغرف من قدلة الاتهام ويرميها في حجر المحكمة ويقوم القضي بدي حكم الاعدام الماتيه بس هو بيبص على الادلة ملاقاش اي ادلة خالص ان شاء الله ولقى الملفات نقصة ومعظم المعلومات مخفية والقضية مهلهلة على اخر وهنا اضطر يلجأ لزابط صاحبه كان شغال في قضايا متهمين جوانتانمو بتوع 11 سبتمبر وصاحبه ده بقى عمل فيها الزئبقي وفضل شغال لف ودوران وزواغان من اسئلة ستيورت وفي الاخر قاله ان التسجيلات الكاملة اللي حصل مع محمد وطرق الحصول على عدرافاته سرية ومش اقدر اوريها لك بص يا ستيورت عليكو على الجنرالات بتوع جوانتانمو روح اسأله مع التسجيلات دي انما انا ماليش في وفعلا بيسافر ستيورت لجوانتانمو وبيلف في المعتقل وبيقابل الجنرال اللي بيرفو الطلب وبيقوله مفيش تسجيلاتها تطلع انت طخط المشوار على الفاضي يا معلم ستيورت بدأ يشم ريحة مش اللي هي خصوصا بعد ما راحل شوية حاجات بتدل على سوق معاملة المعتقلين ومحاولة تكديرهم ومنعوهم من النوم بخفض درجة الحرارة جوالزنزين وتبردها وقبل ما يرجع امريكا بيعدي على المطعم اللي جنب المعتقل ليه شرب حاجة فيقابل نانسي اللي كان سمع تراتيش كلام عنها وعرف انها محامية محمد بالصطف وبيقعد معها ويعزمها على حاجة ساعة وبيدور بينهم حوار عن القضية ومفهوم العدالة واحترام القانون عند كل واحد فيهم وحق كل انسان في محاكمة عادلة وان العقاب بيجي نتيجة قدلة سابتة مش بين طبعات مسبقة وكرهية تخلينا نلزق ونلفق التهم للناس بدون دليل عشان نرضي رغبتنا في الانتقام وبتقول لانسي في المشهد مهم اننا نحاكم العمل الجريمة بس الاهم اننا نتأكد ان هو فعلا العمل الجريمة وبيخلصه الحاجة الساعة وكل واحد بيروح يشوف مصلحته بس الريحة الوحشة بتفضل متعبية في مناخر ستيورت وخصوصا بعد ما لاحظ ان في مسئولين ومنهم صاحب الزابط بيحاولوا يمنعوه هو وفريق التحقيق بتاعه من الوصول للتسجيلات او طلبها ستيورت ما بيهداش وبيفضل يدور على صاحبه ده ويحاول يتصل به والتاني يتهرب منه لحد ما قافه شوف حفلة وقاعد يحصره بالأسئلة لغاية ما صاحبه نهار وقرر يوريله التسجيلات الكاملة للي جرى مع محمد في المعتقل وقال له ان حصل معها اجراءات استثنائية مضى عليها رامسفيلد وزير الدفاع بذات نفسه وبمعرفة بوش في نفس اللحظة اللي ستيورت كان بيفتح التسجيلات عشان يقراها كانت نانسي في المبنى الفيدرالي بتبص على اول صفحة من جهادة محمد على اللي حصل معها ايه بقى اللي حصل بنرجع للفلاشباك تاني عشان يشوف ابشع واقصى مرحلة مر بها محمد في المعتقل واكيد في حياته كلها بنبدأ بمشهد بنشوف فيه الاتنين اللي كانوا بيحققوا مع محمد طول الفترة اللي فاتت داخلين عليه بعلب الدونت ايه جدعان انت هتعملوله عيد ميلاد كمان ولا يا ده بقى كافية مش معتقل بس ما طلعش عيد ميلاد ولا حاجة المحققين قالوا لمحمد ان الدونت ده بمناسبة الوداع وانه مش هيشوفهم تاني لان المخابرات العسكرية لما لقيتهم مش عارفين يوصلوا معا لحاجة ولا هياخدوا منه اعتراف واحد قالت لهم لا معلش بقى ما نعطلكمش اركنوا انتوا في حتة فدرالية نشفة واحنا هنتصرف معامنا في سنة واناخده نعصره وينزل اعترافات واحتمال لخليه اعترف ان هو اللي خطط للحرب العالمية التانية مش 11 سبتمبر بس وبتبدأ مرحلة من التعذيب والمعاملة الغير ادمية لمحمد جوه المعتقل من اول الضرب والمنع من النوم وحاجزه في زنزانة برد جدا واكباره على الوقوف طول الوقت وهو راكع وحاني ظهره وتعريضه لأصوات عالية وانوار مزعجة وكانوا بيدخلوا عليه جنود لابسين ماسكات عشان يشتموه ويرعبوه ويضربوه ده غير انهم لمؤاخذة يعني كانوا بيجبوله نسوان يرقصوا على حجره وهم بيقلعوا هدومهم لحد ما بدأوا يهددوه ان هم هيقبضوا على امه ويجبوها المعتقل عشان الحراسي يغتصبوه واهموه ان هم فعلا طلعوا جواب اعتقال لها وفضل الحال على كده شهور لحد ما محمد اتدمر نفسيا وجسديا تماما وبقى مسلوب الارادة وعنده استعداد يعترف باي حاجة مقابل انه يخلص من اللي هو فيه واعترف فعلا بكل التقع اللي حصل مع محمد بشع جدا مش كده بس الاجراءات الاستثنائية دي اللي عشان تتنفذ مضى عليها وزير الدفاع بنفسه بتحصل في معتقلات مصر من سنين زي السلام عليكم كرم مغير ما تحتاج موافقة من حد ولا توقيع من حد ده العادي عندنا مش الاستثناء ولو حكيت لأقل صول من اللي بيعذبه المعتقلين في السجون المصري على اللي حصل لمحمد وقلتوله على الأصوات والأضواء ومنع النوم والست اللي دخل الطرقص على حجره هيقولك ايوة معلش هو فين التعذيب ده كبارية ده من السجن احنا الحاجات دي ممكن نعملها مع المعتقل عشان نفرفشه ومش نعذبه فين الكهرباء يعمه وفين النفخ وفين هاتك العرض وفين انه يتعلق من رجلي بالأيان وبعدين ليه يهددوه ان هم يجيبهم ما يجيبوها فعلا ويقتصبوه قدامه واحنا بنعملها عادي ومين قال اصلا ان المعتقل بيتعذب عشان ناخد منه معلومات او نجبره على الاعتراف التعذيب عندنا ده روتين جزء من يوم المعتقل بيحصل له قبل الاعتراف وبعد الاعتراف وهو بيعترف كمان طول ما انت في المعتقل هتتعذب عادي بغض النظر عن اللي بتعمله التعذيب ده حقك اليومي ولازم تاخده نرجع للفيلم عشان نشوف الزهول وعدم التزديق والغضب على وش نانسي وستيورت بعد اللقرو مش قادرين يصدقوا ان السلطة في بلدهم وحكومتهم بتقوم بالافعال الباشعة دي في حق متهمين وبتنتهج كل حقوق الانسان والقانون والدستور نانسي بتكمل في القضية وبترجع لها تاري اللي ندمت بعد ما كانت الديك الرومي ستيورت بقى اخد بعض ورح على القائد بتاعه اللي كان اداله القضية اصلا وقال له ان اكتشف ان محمد اعترف تحت التعذيب وان اللي حصل له ده مش قانون ومفيش اي قدلة في القضية القائد قال له بقولك ايه بلا تحت التعذيب بلا تحت السلم انت عندك اعترفات ستفها على بعض وهات للودع ده ما تعمليش فيها كمالة بورين ستيورت اتفاجئ بكلام القائد بتاعه وقال له انه بينسحب القضية القائد بتاعه بقى مسكتش وقرب منه قوي كده وقال له انت خاين حاجة زي انت اخوان عندنا كده وكان ناس يقول له سيب القضية وغرف ده بكرة خلي سيد سيدك يمسكها ستيورت بيسيب القضية والشغل وبيبقى منبوز من اللي حوالي اللي شايفين انه مجرد انسحابه من مهم التجريم متهم في 11 سبتمبر دي خيانة وعار حتى وهم ما يعرفوش اي حاجة عن المتهم ولا الادلة ولا اي تفاصيل وده نفس اللي حصل مع نانسي وتاري اللي اتعرضوا للهجوم والزق والضرب من متظاهرين امريكان برضو بيعتبروها خينة لمجرد انها بتدافع عن انسان متهم بيكرهوه وعاوزينه يتعدم ويموت من غير محاكمة عادلة ولا ادلة ولا حتى انه ياخد حقه في الدفاع عن نفسه اللي قدر يزرع جوا الناس دول الكراهية وحب الانتقام وخلهم يفضلوهم عن العدالة والانسانية هي الادارة الامريكية نفسها بكل اللي عملته بعد 11 سبتمبر قبل المحاكمة بتزور نانسي محمد في جوانتانمو وبيظهر قد ايه في الجلسة دي بالذات كانت متعاطفة معاه انسانيا بعد ما قرأت اللي حصل نانسي قالت لمحمد وهي بتططب على ايده انها المرة دي مش جاية عشان القضية هي جاية تزوره عشان تقوله انها معاه ويعرف انه مش لوحده واخترحت نانسي على محمد في الجلسة دي انه ينشر كل اللي حصل له في كتابه بدأت محاكمة محمد سنة 2009 وفي اول جلسة اتصلت المحكمة مع محمد وهو في المعتقل عن طريق الفيديو وبدأ يتكلم اتكلم محمد والد صلاحي عن العالم التالت اللي تولد وتربى فيه على الخوف من الشرطة والقمع وتلفيق التهم وقال انه لما راح يدرس في المانيا شاف لأول مرة الشرطة اللي موجودة عشان تحمي الناس وتحفظ حقوقهم مش تخوفهم وفضل مسدق العدالة في العالم المتقدم لدرجة انه لما راح جوانتانمو فضل برضو مؤمن ان امريكا رمز الحرية في العالم مش ممكنها تظلم بس للأسف كل ده نهار وهو بيشوف امريكا بتعذبه وبتقمعه وبتهين كرامته وبتحرمه من ابسط حقوقه عشان تجبره ويعترف بتهم ما عملهاش لمجرد انها مقتنعة انه عملها رغم ان ما فيش عليها اي دليل وفي 2010 بيوصل لمحمد جواب في المعتقل ليعرف عن طريقه انه كسب القضية والمحكمة برقته وقالت الجدع ده صاغ سليم وزيج جنيت دهب ولازم يخرج من المعتقل بس للأسف الفرحة ما تمتش وإدارة أوباما استأنفت على الحكم وفضل محمد في المعتقل ست سنين كمان وفضلت نانسي تزوره طول الوقت وقدرت تساعده على نشر كتابه مذكرة جوانتانامو اللي صدر سنة 2015 وحق مبيعات عالية جدا نانسي فضلت برضو تلف على مؤسسات حقوق الإنسان والجان الحريات وموانيتش عشان محمد يخرج وفي سنة 2016 صدر قرار باطلاق صراح محمد والدصلاحي من معتقل جوانتانامو عشان يرجع لبيته في موريتانيا بعد ما سابه بـ 14 سنة كاملة محمد عايش في موريتانيا حاليا واتجوز وخلف ولسه محافظ على صدقته لنانسي وتاري لحد النهاردة بس للأسف ما شافش أمه بعد ما خرج أبدا لأنها ماتت هو في المعتقل دي كانت أحداث فيلم الموريتاني اللي بيحكي أحداث حقيقية حصلت لمواطن عربي مسلم قضى في معتقل جوانتانامو 14 سنة من غير أي تهمة يا ترى احنا جوه سجنة كام ألف زي محمد والدصلاحي محبوسين بدون تهمة أو محادي بيتعذبوا وبتضيع إنسانيتهم وحقوقهم كل لحظة من غير أي أمل في محاكمة عادلة أو إنهم يشوفوا النور تاني حتى لو بعد سنين زي محمد كالعادة هسيب لكم الفيلم في قناة تليجرام اللي هتلاقوا اللينك بتاعها في الوصف تحت الفيديو ونشوفكم على خير إن شاء الله